في حفل زفافه لاحظ العريس حضور معلمه والذي كان أستاذا له بالمرحلة الابتدائية ويعود ذلك لقرابة 20 عاما مضت ودون تفكير أقبل العريس على معلمه بلهفة وحب واشتياق ضمه إليه وقد بدى على المعلم علامات تقدم العمر همس العريس في أذن معلمه بشيء من الخجل والخزي ألا تتذكرني يا معلمي؟ فأجابه المعلم اعذرني يا بني ولكني لا أتذكرك فقال الشاب بصوت متقطع خافت وكيف لا تتذكرني؟ فأنا ذلك التلميذ الذي قام بسرقة ساعة زميله بالفصل وعندما شرع صاحب الساعة في البكاء المرير وتوجيه اتهامات السرقة لكل من بالفصل أمرتنا أن نقف جميعنا ليتم تفتيشنا واحدا واحد حينها أيقنت أن أمري مكشوف لا محالة وأن جميع من بالمدرسة من تلاميذ ومعلمين سيعلمون حقيقة كوني سارقا وسأتحطم ما بقي من عمري لأني حينها سأكون محل سخرية وتهكم من الجميع وأنه لن يثق بي أحد بعدها مطلقا أمرتنا يومها أن نقف صفا وأن نوجه وجوهنا للحائط ونغمض أعيننا كنت حينها تفتش جيوبنا واحدا تلو الآخر وعندما جاء دوري سحبت الساعة من جيبي وأكملت تفتيش زميلي الذي بجانبي واستمريت في ذلك حتى آخر تلميذ بالفصل وعندما انتهيت من تفتيشنا جميعا طلبت مننا أن نفتح عيوننا ونعود لمقاعدنا هنا أيقنت أنك ستفضحني أمامهم جميعا لأكون عبرة لهم وأن لا يجرؤ على أحد منا على تكرار فعلتي ولكني فوجئت بأنك تعطي التلميذ ساعته دون أن تذكر من جيب من أخرجتها وما زاد تعجبي أيضا أنك طوال سنوات الدراسة بالمرحلة الابتدائية لم تعاتبني على فعلتي ولو لمرة واحدة طوال هذه السنوات لم تفش سري ولا حتى بينك وبيني لذا من يومها قررت أن لا أسرق طالما حييت فكيف لا تذكرني يا معلمي بعد هذه القصة المؤلمة والتي أثرت في وجداني وحفرت داخل قلبي هنا ربت المعلم الناصح الأمين على كتف تلميذه والذي بات شابا يافعا واقترب من أذنه هامسا إنني أتذكر هذه الواقعة يا بني ولم أنساها حقيقي أنني تعمدت أن أفتشكم جميعا وأنتم غامض العينين لكيلا ينكشف أمر السارق أمام زملائه بالفصل ولكن ما لا تعلمه يا بني أني حينها قمت بتفتيشكم جميعا وأنا أيضا غامض العينين حتى لا يترسب بقلبي شيئا تجاه السارق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر